سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج المرأة المسلمة النهاردة حلقتنا عنوانها هل يمكن أن أحيا مع الله موضوع مهم وسؤال بيتكرر كثيرا جدا من المشاهدين اللي بيبتدوا حياتهم مع المسيح الموضوع ده هيكون مهم للناس اللي بيبتدوا حياتهم مع المسيح لأول مرة وأيضا للعابرين مهم جدا وأيضا للمسيحيين دائما لازم يكون عندنا إعادة نظر في حياتنا مع الله اللي ممكن نجدده اللي ممكن نغيره اللي ممكن ننمو فيه لأنه دائما الله عايز يديف لحياتك أمور جديدة تديك نعمة وتجعلك مستخدم لمجد اسمه بشكل أقوى يا ترى إيه هو شكل الحياة مع الله؟ إذا كان ده سؤال يعني بقدمك بقدمه ليك وليكي كمشاهد أين كانت خلفيتك؟ أنا بسألك من منظورك إيه شكل الحياة مع الله؟ فكر في نفسك وقارن بين اللي حنقوله النهار ده النهار ده هنقدم صورة مبسطة في منظور الإسلام للحياة مع الله ومنظور المسيحية للحياة مع الله من اتجاه معين يعني الحياة اليومية اللي بينك وبين ربنا بيبقى شكلها إيه؟ في الإسلام بيقدم أدوات معينة للحياة مع الله والمسيحية بتقدم أدوات أخرى وحنتكلم في ده وإيه الفرق بين الاتنين خلينا دلوقتي نخرج مع خبر الأسبوع خبر الأسبوع النهار ده هيكون طويل شوية لإني عايزة أعرض عليكم حدث حصل الأيام اللي فاتت ويشغل الناس على السوشيال ميديا بشكل كبير ولإنه حدث مرعب وقليم لكنه مش أول واحد ولا آخر واحد لكنه حدث متكرر كتير جداً بيحصل وهو مقتل عروسة عروس طنطة يعني المعروفة باسم عروس الطنطة الحادثة دي خلينا نشوف السلايد الأولاني عشان تشوفوا البنت العروسة دي آية العروسة اللي اتقتلت تقريباً ثالث أو رابع يوم في جوازها ما كانش في ليلة الدخلة ولا حاجة السلايد الأولاني ده في المفروض يعني أنه اعترافات للقاتل لكنها مش اعترافات حقيقية للقاتل يعني لكن احنا حنمشي كده خطوة خطوة عشان نعرف الأحداث وإيه اللي حصل القاتل بيقول كده اللي هو العريس بيقول أنه حصل بينه وبينها مشدة وأنها لم يتوافق على أنها تدي له حقه الشرعي فبيقول كده هو طعن زوجته عدة طعنات بعد تربصه لها في غرفة النوم مبرر ذلك لمعايرتها له بأنه غير قادر على اتمام العلاقة الزوجية ده ما حصلش ده هو قدل أصله بالتهم بأقوال كتيرة جداً مبرر ذلك لمعايرتها لي على أنه غير قادر على اتمام العلاقة الزوجية وبعد كده بعد ما قتلها نزل في الشارع بعد ارتكابه الجريمة مدعياً أن زوجته ليست بكراً وقائلاً أنا قتلت امراتي قتلتها عشان مش بكراً وبعدين ادعى أنه كان تحت تأثير المخدر عند قيامه بقتل زوجته بعد 48 ساعة من زفافهم 48 أو أكتر الصورة دي أنا حبيت أنكم تشوفوها الأول ليه؟ لأنه دائماً البنات يتجوزوا وبعدين يطلع الرجل مجنون وطبعاً ده مش مجنون هو ده شارب الكولتشر الثقافة الإسلامية اللي بتقولك حقي وليه وأنا وأقدبك وأربيكي شوفنا قصة زي كده كتير لكن أول حاجة يطلعوا يقولوها إيه؟ أنه أصل بنت ما كانتش عزرق وأنها كانت بتعيره وقلت أدبها عليه وهي اللي غلطة أنا بعد كده بقى نكتشف حاجة تانية مختلفة خالص من الواضح أن القصة بتاعت عروس الطنطة دي أثرت جداً على الناس والناس كانوا متعاطفين معها علشان كده يجي نشوف السلايد اللي بعد كده الأم بتقول أنه بنتي كانت عزرق وده بإثبات من الطب الشرعي الطب الشرعي من المرات القليلة جداً اللي بيطلع يروح مطلع شهادات سريعة لأنه البنت كانت سمعتها متبهدلة وكانت يعني فيه أسئلة كتيرة جداً في الموضوع ده وكأنه لو البنت ما كانتش عزرق يبقى ده من حقه أنه يقتلها يعني هو الأول ادعى أنها ما كانتش عزرق فقتلها وأنه ما كانش قادر يسيطر على نفسه وأنه ده يعني صدم بقى في عصابه يعيني كأنه مثلا زبطها مع واحد علشان يقدر يخرج بأقل يعني أعقاب من القانون علشان القوانين بتاعتنا بتنزل للست على أنها مصدر الخطأ ومصدر الخطيئة ومصدر غلب الراجل ومصدر نرفاست الراجل وهي يعني تموت وتتقطع ونحسبها برضو ونتدعي عليها برضو القصة الحقيقية أنه البنت ما كانتش أصلاً عايزة تتجوز الراجل ده اتقدم لها والظهر أنه كان يعني شغلته كويسة ومعروف أنه شخصية كويسة الأخ بيقول أنه هو يعني اتعرف عليه وأنه كانت علاقتهم كويسة وكان راجل كريم وأخلاقه كويسة مصلي وما بيسيبش فرد واستجادة معاه على طول واستبحة في يده على طول وكل الكلام ده برضو مفيش حاجة في أخلاقه لكن البنت قالت أنا مش مرتحاله أنا مش عايزة تجوزه فقالولها لا إحنا اخترنا لك وهتتجوزيه دفعته تمن كبير لأن البنت كانت عارفة كانت حاسة أنه في حاجة بينهم فلما البنت أجبرت على الجواز وسلمت أمرها لربنا وخلاص وتجوزته ففي ليلة الدخلة قالت له استنى شوي أنا معرفكش لسه زي حال بنات كتير جدا يبقى قربها والعرفات طول عمرها بس تجي ليلة الدخلة تبقى برضو بنته ومكسوفة ومش خايفة whatever فتقوله لا استنى الإنسان يستنى لكن اللي متقاله أنه العقد لازم يبقى كده وأنه حقك الشارعي وأنه هي ما تقدرش تقولك لأ أو أنه الملائكة هتلعنها طول الليل هيعمل كده مش هزم الكل هيقوم يدبح لكن شوفنا مثلا اللي بتتضرب كل يوم قبل ما الفاكرين البنت عروسة الإسماعيلية لما ضربها يوم يوم الفرح قبل قبل الفرح والزافة لكن بعد كده عرفنا أنه كان بيضربها كل يوم وبرده كانت عشان العلاقة الزوجية وبرده كانت عشان حقوقه وسيطرته ومكانته والقوامة وهي ستة وما بتفهمش والكلام ده كل وفي الآخر البنت عروسة الإسماعيلية نجيت منه بالعافية بعد عذاب شهور الثقافة دي مش ثقافة شعبية دي ثقافة إسلامية ويطلعوا الأهل بقى يحكوا الحكاية وحاجة تقطع القلب يعني الأم بتقول أنا روحت زورت بنتي تاني يوم ولتلها يا بنتي كل حاجة كويسة قد لقى كل حاجة كويسة ما قلت لهاش هي بقى البنت فاكرة أنه يعني ده هيبقى بني آدم وراجل وهيحبها ويعتني بيها وينتظر عليها على بالما نفسها تتفتح له شوية يعني لكن لا فضحته ولا قالت عليه حاجة ولا قالت لأهلها أنه هو مثلا قادر ولا مش قادر ولا كل الكلام الفاضي اللي بيقوله ده بالعكس كانت بتتكلم عليه كويس جوزي كويس يا بنتي تقولهم آه جوزي كويس أخوها كلمها كان بيحاول يتصل بيهم فما بيردش فكلمها الساعة سبعة وهي تقتل تساعة 11 ونص كلمها الساعة سبعة يا بنتي أنت كويسة قدت له أنا كويس جوزي كويس قدت له آه كويس ما بيردش على تليفونه ليه قدت له قدت له قدت له زهقان شوية من التليفونات كلنا كويسي ما فيش حال ساعتين ثلاثة وقتلها الراجل شوفوا الستايد اللي بعد كده اللي بعد ده الحقيقة أنه الكلام بقى اللي في السايد ده يعني ينرفز جبل يقولك إيه إحنا قعدت تقولي ابعد عني وما تقرب ليش من الأول يعني طب ما هو مفهوم أن البنات بتعمل كده محدش قالك أنه البنات برضو لازم تستنى عليهم لا وبعدين قالك طب أنا يعني أهو قديني سبرت عليها وقعدنا نهزر ومش عارف إيه وبعدين برضو طلب منها فمرجيتش تديله حقي الشرعي قلت لمراتي عايز حقي الشرعي فقعدت تتهرب مني فجبت آخري منها رحت على المطبخ خدت سكينة ودخلت عليها القوضة كانت مدياني دهرها وقمت نزل عليها بالسكينة إيه العقلية دي إيه اللي يوصل إنسان إنه ينظر إلى إنسانة هو اتجوزها عشان تبقى شركته في الحياة ويتصور إنه هو مش بس هو مش هديها ألمين لا ده هينزل بسكينة عليها يعني أنت كنت فاكر إن السكينة دي هتزغزغها لا أنت أصلا مش شايف إنها لها قيمة قالت لك لا واحدة ست قالت لا البنت اللي تقتلت في طنطة برضو ولا كانت في المنصورة مش فاكرة اللي هي البنت اللي دبحها قدام الجامعة في المنصورة يا قالتلو لا يا أخي مش عايز داك واحد راح يخطب واحدة تانية في نفس الأسبوع نير يا نير يا دوب في نفس الأسبوع واحدة تانية واحد راح يخطبها قالتلو لأ قتلها يعني يعني مش قادرة تقول لأ مش عايزة اخطبها تتقتل تتجوزه وتقوله استنى علي تتقتل تقول لأ أنا مش عايزة اتجوز تتقتل كلمة لأ للراجل المسلم بتعمله يعني معرفش ما بتقدروش تستحملوها لا استدت من حقها انها بتقولك لأ بس لما تكون انت بتتبع بتتبع دين بيعلمك انك من حقك تغتصب مراتك ده حق ده حق لما كون دينك بيقولك انك من حقك تغتصب مراتك فلما تيجي تقولك لأ لأ طبعا هتقوم تضربها تكسرها تقتلها يعني كله زي بعضه بقى ما هو مرة تانية والمرة الالفة بقولكو الدين اللي اعطى للراجل حق واضربوهن وهو عارف انه ده كده على يعني بالمفتوح كده رخصة بالمفتوح لعائل بقى المجنون لمتعلم لجاهل لانسان لمريض كل واحد بقى خليني اخد المكالمة اللي معنا دي معنا عمر اهلا اخ عمر اتفضل اهلا وسهلا اخت اماني كيف حالك نشكر الرب سلام المسيح معك اخونا اهلا بك تفضل بالنسبة للموضوع ده هي مهم جدا لان اولا انا اشوف في المغرب عندنا مثل ذلك يعني كل يوم يعني نسمع اخبار ان فلانا قتلت من طرف زوجها او انها تعرضت من الاهانة من طرف اسرة زوجها فالمشكلة ان احنا مثلا اذا في القرآن سورة النساء يقولوا واضربوهن في الكتاب مقدس في سفر امثال اصحح 31 عدد عشرة المرأة اصبحت مكرمة يعني ما يقولوش اضربها او لا شيء من هذا لا مش حاجة اسمها ضربة خالص في الكتاب المقدس يا انه الكتاب يقوله انك تحب امرأتك كنفسك يعني لازم الانسان يحب امرأته زي ما المسيح احبها عمر يعني انا بشكرك على المشاركة دي وبقول انه ليك وكل المشاهدين اللي من دول مختلفة انا بقدر الامكان بجيب قصص من دول مختلفة تخص المرأة فانا بدعوكم انكم من فضلكم تبعتوا لي القصص الخاصة ببلادكم اللي يمكن ما بتكونش على السوشال ميديا بشكل مفتوح عمر انت عارف انت يعني صديق البرنامج من زمان اتمنى انك تبعتلي قصص ازاي كده علشان تظهر برضو يمكن ربنا يغير قلوب الناس خليك معايا عمر عايزة خلينا ممكن نحط السلايد مش سمية الخشاب اللي بعده بتاع عبدالله رجدي عشان اوليك يا عمر انه عايزة اخد رأيك في ده برضو عبدالله رجدي النهاردة طلع يقول كده امتناع المرأة عن حقوق زوجها الشرعية دون عذر يقبله الشرع وقبح ونشوذ والناشس توعز وتهجر وتؤدب وكل ده النهاردة ردا على ايه هو بيعمل كده بيقول كده ردا على ايه بيقول كده ردا على قصة فتاة طانتا ويعني يعني انا مش عاد مش عاد يعني ده تصريح من شيخ بيقوله انك لازم تقدبها ولازم تقدبها بالشرع حتى تتوب وبعدين يرجع رح حطت جملتين كده بس يعني ده لا يبيح للزوج دمها اللي يقتل هو مجرم لكن اللي يضرب واللي يقدب واللي يكسر واللي يحبس واللي يغتصبها ده مش مجرم ايوه ده مجرم بس المشكلة ان المشتماع الذي كبرت فيه يعني المشتماع يعني متناقض جدا يعني اذا احنا نشوفه في الواقع انه بالاصل يعني لا يجوز ان تضرب المرأة لكن في الاسلام يعطي للرجل حق انه يعمل مع زوجاته يعني بما يحلو له وهذا شيء يعني ما يبقلش للعقل يعني كيف يعقل انه انه كم من كم من واحدة في المغرب يعني تزوجت ولكي في الاخير كل وعودة يعني وجدت انها كلها كذب وكلها يعني انا بحبك مثلا انا انا اعطيت تعيش معي ومعيش احلى لحظات ولكي في الاخير بمجرد انه يمتلك السلطة عليها ده بيتغير ويبقى الشكل الاسلامي اللي احنا عارفين وبنصلي من اجل بنات وستات المغرب ربنا يحميك والمسيح يتدخل في حياتكم ويأتي بنوره على المغرب كلها في اسم يسوع شكرا يا عمر وربنا يباركك شكرا طيب لو نقدر نشوف السلايد بتاع سمايا الخشاب سمايا الخشاب بتقول ما تجوزوش بناتكم إلا لما تكشفوا على العريس بصراحة يعني هي بعد كده بتفسر هي بتقول ايه مش تكشفوا عليه جسديا لكن يعني تختبروا الناس وافكارها وكده وبتدافع عن حق البنات في الاختيار ومن حق الست تقول لا وكده لكن انا شفت انه ده يعني من اعتقد ان ده شيء بقى لما بنبص للمجتمع النهاردة صعب تحقيقه في مجتمع الام والاب شايفين ان البنت لازم تتسطر باي طريقة واي حد المقاومات بتاعت الناس اللي بتجوزوهم لبناتكم دلوقتي ما بقاتش يعني مبنية على الاخلاق والعيلة وال والتربية والمعاملة والكلام ده كله ما بقاش فيها عيلة كلها دخلة في بعضها ده ما بقاش موجود بقى فيه شكليات مديات بيصلي ولا ما بيصليش بيروح الجامع ولا لا الكلام ده كله وبعدين في الاخر كله بيطلع على فشوش بتوع الجوامع دول هما اللي بيودوا بناتكم في داهية لانه ده اللي بيبقى عارف زيه كده زي عبدالله رشدي اللي بيقولك المرأة والنشوذ وحقه الشرعي ومش عارف ايه فعندما يكون الصوت المتكلم للرجال منبعه زي واحد زي عبدالله رشدي ده ده يعني هو الختام والخلاصة بس الحقيقة بدلا ما بقى يعني كنا نقول ختمها ميسك بقى نقول حاجة كويسة ده ختمها زفت دي الاسباب الحقيقية لموت آية كلام زي اللي قالوا عبدالله رشدي ده نحط السلايد تاني علشان الناس يشوفوا عبدالله رشدي ده بلتاجي الازهر سميته انا كده من زمان وهو حيظل ده ده بلتاجي الاسلام يقول كل اللي هما مصدقينه بمنتهى الصراحة وتفضل الستات تدفع التمن وتفضل قيمة المرأة في عيون الزوج المسلم حقه الشرح بتديله ولا ما بتديلوش بس خليني ارجع لموضوع الحلقة يعني انا الحقيقة خليني اصلي من اجل الستات والبنات والعائلات الحقيقة انه الندم والقلم اللي شفته على وش الام والاخ امه واخه ايا وصدمتهم في اللي حصل ما كانش ممكن يتخيلوا ان ده يعني ممكن يحصل لبنتهم اثر في قلبي جدا لانه كل يوم بنشوف قصص زي كده وكأن البنات دي ملهمش تمن لا ليهم تمن عند الله اللي احبهم اللي خلقهم عشان هدف اللي اعطاهم حياة علشان احبهم من الاصل في البداية عشان يكون ليهم فرصة للحياة معاه وانت بمنتهى الشر تيجي تاخد حياة انسان بالشكل ده رب انا بقى في امامك وبسألك يا يسوع المسيح يا رب تعالى على القلوب المتحجرة دي وازهر حقك ونورك وخلاصك يا رب اعطي قوة للبنات والسيدات اعطي فهم اعطي حكمة اعطي يا رب كرامة جوة قلوبهم تعلمهم يا رب انهم يختاروا بحكمة للمستقبل واصلي انك تكون انت اختيارهم الاول والاخر في اسم يسوع خليني ارجع لموضوع الحلقة النهاردة وهو موضوع هل يمكن ان احيا مع الله ايه هو شكل الحياة مع الله من المنظور الاسلامي هل فيه شكل للحياة مع الله طبعا فيه شكل للحياة مع الله ليه تسميات مختلفة يعني ابتدت التسميات دي تتطور في السنين الاخيرة لاننا احنا نتكلم مثلا عن العلاقة مع الله العشرة مع الله اقول لكم منتقى الامانة وانا صغيرة لما كنت مسلمة عن حاجة اسمها العلاقة مع الله يعني فيه نتكلم على الله فنتكلم عن فروض وواجبات وطاعات وعبادات وكلام من ده لكن حد يجي يقول لي مثلا هل علاقتك مع الله طيبة لا يعني معلش وكل الناس اللي قدي واللي اكبر مني واللي اصغر مني لما تفكروا في نفسكم هل مثلا انت وانت طالع كده بتكبر حد قالك في بيتك هل يبني علاقتك بالله طيبة لا يقول لك هل انت بتصلي هل انت بتصوم هل انت بتزكي انت بتعمل كذا انت بتقدم كذا انت بتتوب عن كذا بس فيه شكل نظامي معروف انك تقول الشهادة انك تصلي تصوم تزكي تحج تجاهد فيه شكل وإطار لحياتك ولتصرفاتك اليومية بيبان فيها بقى انت يعني مفهومك لحياة يظهر فيها الإسلام ولا لأ لكن دي اسمها علاقة مع الله يعني مثلا عبدو كوشري ده يعني أنا بصراحة مش طائقة اقول اسمه النهار ده ده اللي يبين لك الناتج من حياته مع إله الإسلام من فضلة القلب يتكلم اللسان التي تمنع والتي مش عارف ايه وانها ناشز ويجب ان تؤدب وكده وتجري الرجال ومش عارف ايه يعني كل القذورات اللي بقى الناس نين بنسمعها من وده راجل يعني يعيش المفروض ده عايش نيل ونهار يقول قال الله وقال الرسول ده مثل واحد عايش الشكل والإطار في حياته ليه كيف يعيش المسلم ده شكل حياة المسلم لكن هل مع الله ولا الشكل انها مع الله إطار حياتك اليومية كمسلم لازم يبان فيها أو كمسيحي لازم يبان فيها انت بتعملي دلوقتي بقى الشكل العام انت بتصلي انت بتصوم انت بتتبع القواعد ولا لأ انت مكبر لحية ولا ايه اسم ايه مش عارفة بيقول اسم ايه ملتاحي ولا مش ملتاحي متحجبة ولا مش متحجبة منتقبة ولا متحجبة ده يقول بقى انت عندك شكل الحياة الاسلامية اللي بتقول انك مسلم ايه ده مش بيقول انك عندك علاقة مع الله ده مش علاقة مع الله ده شكل دي ادوات دي الادوات اللي بيديها الاسلام للشخص المسلم علشان يقول انا مسلم لكن انا مسلم اعيش مع الله دي مش موجودة بس انا بقى هعديها انا يعني هاعتبرها موجودة في حياة المسلمين كل شيء محسوب وليه قيمة كل عمل بتقول بتقوم فيه او بيه ليه فايدة قيمة ليه حساب كده يضاعف حسناتك يقلل حسناتك كل حاجة بتعملها فيه نظام اسمه نظام مقايدة دايما بين اله الاسلام وعبيده عارفين الاية اللي بتقول يا ايو الذين امانوا هلقادوا لكم على تجارة تنجيكم من عزاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتوجهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وكده وليقولك مثلا التانية من سورة البقرة اللي يقولك مين من الناس من يشري نفسه وابتغاء مرضات الله تشتري والله رقوفهم بالعباد اشتري فيه مقايدة اشتروا من ربنا أموالكم وأنفسكم بايه بحاجة هتدفعها هتشتري مرضات الله بايه كده يعني فيه عمل عمل هتعمله لكنك دائما في الإسلام عبد وفكرة العبودية في الإسلام تجعلك في موقع من هذا الإله لا تتدخل فيه إرادتك أو اختيارك انت عندك حاجات بتعملها كل يوم هو يقرر وانت تنفذ هو يفرد وانت تقوم بالتنفيذ وتؤدي الفريضة الإرادة غير موجودة انت ما عندك حق الإرادة لكن هو يقدر يختار يكافأك ولا ما يكافأك يدخلك النار ولا يدخلك الجنة لكن انت عليك الأداء الصيام الصلاة مش عارف ايه كل ده يقع تحت العبادات في الإسلام كيه ولكن كل الحاجات دي وانت بتأديها كل يوم دي حياة مع الله ولا دي حياة المسلم أو المسلمة انت بتعمل كده علشان ايه علشان تاخد يبقى عندك باب مفتوح لانك لانك تدخل الجنة النهاية انت عايز تدخل الجنة صح وعايز تهرب من النار كان فيه برنامج في رمضان الماضي اسمه دين وطين انا كنت فاكرة ان اسم البرنامج دين وطين يعني متوطن لكن طلع يعنيش عارفة الموزيع اللي اختار الاسم ده بصراحة دحكني جدا لانه يعني دين وطين هو بيقول انه احنا عايزين نفرق بين الدين وبشرية الانسان الحاجات اللي بتتعامل الخارجة من الطين اللي هو الانسان يعني ما يعني anyway الموزيع فيه سأل الشيخ ازاي يكون عنده علاقة بالله وايه شكلها حتى الراجل كان مرعوب هو بيسأل بيقوله يعني يا اخي يعني ايه تقول علاقة بالله دي يعني انا اقول علاقة باصحابي علاقة بمراتي علاقة باخواتي لكن اقول كده كده علاقة بالله يعني ازاي فالشيخ بقى ضحك بقى ونشكح وهنشوف بقى يقول لنا ايه ايه هي معدكو هاخد تفاصيل من البرنامج ده في حلقات لاحقة لانه يعني انا شايفاء بيقدم بيحاول تحليت او مكياجة الافكار الاسلامية ولكن يفشل بجدارة اوكي خلينا نشوف الفيديو اللي جاي العلاقة مع الله هي العلاقة مع السعادة لو ذهبنا الى اسعد الناس قلبا هم الانبياء والانبياء هم اقل الناس تكلفة لكن عنده علاقة مع الله عز وجل هذه العلاقة جعلته اسعد انسان يسير على الارض العلاقة هي اسرار جزء من هذه الاسرار ان تقدم اشياء لله عز وجل لا يعلم بها احد لان يوم القيامة عندنا خزائن للأعمال اعمال السرائل وخزائن للأعمال العامة ويقبلك الحال يوم لا سمح الله يجيك امر ما تحبه بترفع يدك مش تقول اللهم ان يسألك بالذي يبيني وبينك يقولك ان العلاقة بالله هي السعادة وانه اسعد ناس كان اليوم علاقة بالله من الانبياء يعني الحقيقة هو ظهر غالبا ما يعرفش انه الانبياء كانوا من الناس اللي عانوا كتير جدا بس لكن هي صورة الانبياء في الاسلام مختلفة عن الانبياء الحقيقيين في الكتاب المقدس وانه السعادة مش هي المركز السعادة هي كل حاجة يعني اللي الناس بتأمل فيها انه انا عايز ابقى سعيد انا عايز يبقى عندي عايز اخد عايز اكبر في حتة دي فالنجاح وكده فهو اختياره لكلمة السعادة دي يعني حيرني شوية لانه لانه الحقيقة انه الحياة مع الله من ثمارها الفرح ولكن القرب من الله الحقيقي يعطيك سلام اولا بس يعني معلش اوكي اعفوت هالو دي بس كنت عايزاكوا تشوفوا النقطة الهمة اللي جاية دي بيقولك عندنا خزائن اعمال فيقولك انه الانسان بينه وبين الله لازم يكون في حياته اعمال يعملها كده في السر بينه وبين الله ودلك ودلك مثل بواحد وهو ماشي شايف واحد ست متعرية فرح قال الحاجة اللي عليه وغطاها وكده وما قالش الحد ابدا وكان لما يجي يدعي يقوله اللي بيني وبينك بقى انا على حساب اللي بيني وبينك فسأله فحاكى الحكاية يعني في الاخر هو حاكى الحكاية ما بقتش سر سر فبيقول كده انه الحاجات الخزائن الاعمال دي هي اللي انت بتعتمد عليها ان كنت هتعتمد على خزائن من الاعمال امام الله فكل انسان مننا عارف انه كل عمل بتعمله ما هو الا نفاية امام الله الله مش محتاج اعمالك وكتاب يعلمنا كده لكن الاسلام دايما يحيل الانسان الى عمل الشخصي اللي يقدر عليه بدراعه اللي يقدر يحققه كل يوم وحنشوف ازاي ويقولك لما توقع في دي كده تقوله ايه انا انا معتمد بقى اللهم اني بدعه مش عارف ايه بمليء عندك انت ليك عند الله حاجة مين انسان يجرؤ يقول ان انا عملت لله حاجة ايه اللي انت تقدر تعطيه لله علشان علشان بقى ايه يعني انت بتقوله كده جاء وقت الحساب بقى تعالي انا شوفت بقى فاكر لما انا عملت لك مش عارف ايه اللهم اني اسألك باللي انا عملته لك اللي بيني وبينك ده اللي ما بيني بينك علاقة مبنية على المقايدة هي دي بقى اللي تقع تحت بند ايه سيب ونسيب بس دي سيب ونسيب بس مع الاله بقى شايفين اوه انا ادت لك دي الديني دي وكأن الاغنية بسمعها في ودني دلوقتي ده مش خطأ المسلم المسلم والمسلمة اتربوا ايه على انه اعمالك 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 هي اللي حتشيلك الخطأ في البناء الاسلامي نفسه اللي علمكم ان العلاقة مع الله عمل ومقيادات وليس اغضاق من اب محب على ابنائه ان كنت عبد فانت دورك انك تعمل انت يعني العلاقة المبنية على العبودية انت بلا ارادة وليس ليك اي فضل في اي حاجة بتعملها واحد مستعبدك انت هتتفضل عليه بايه انت كلك ملكه فهتتفضل عليه بايه هو اعطاك الحياة هتتفضل عليه بايه خليني اوريكم صورة اخرى من حياة المسلم اليومية بس ايه بقى من خلال السنة ازاي يكون يومك مع الله حسب السنة برضو برضو دي من اشكال الحياة اللي الاسلام بيشجعها انك تتمثل برسول الاسلام نشوف الراجل اللي بيقولك بطريقة كوميدية ازاي تعمل احسن ديل بقى مع ربنا بيعمل ديل اوكازيون سيل ازاي تعيش يومك من اول ما تصحى لغاية ما تنام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما تزود اي حاجة في عملك يا سيد اللي انت بتعمله كل يوم هتعمله عادي بس بشوية تركيز هنحوله لسنة ومش بس كده انا حسن انه بيقدر يضح النار معلمت السنن اللي انا هقولك عليها في الفيديو ده لحبيبك واخواتك وقريبك واصحابك تاخد اجر عملهم بالسنن دي واجر كل واحد هم كمان هيعلموه السنن دي من غير ما ينقص اجرهم اي حاجة طب الله يابلي ديل ما حصلش عارفين الحاجات الهرامية دي اللي كل واحد اما تشترك فيها مش عارف مين يدي المين وتبقى حسنات وتاخد فلوس اكتر والكلام ازاي تكسب من السنة انت ممكن تاخد اجر عمل الناس كمان من غير ما ينقص صدقني ولا حاجة بس ده ايه ديل ما حصلش هوريك بقى هتعمل ايه بالسنة كأنه دي طريق الطبخ المكرونة الجديدة خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده نقعد على طرف السري نمسح اثر النوم من على وشنا بادينا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل نعمل كده وانا اقول الحمد لله الذي احيانا بعدما امتنا وإليه النشو فانا ما تيجي تلبس الشبش بتاعك تلبس الرجل اليمين الاول وبعد كده الرجل الشمال اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يبدأ باليمين هنخبش الحمام والله ما ينعوذ بك من الخبث والخبائث ونخش برجلينا الشب بس المهمة بعد ما تخلص وتيجي تخرج من الحمام تخرج برجليك اليمين وتقول غفرار اولا من سمة النبي صلى الله عليه وسلم انك متكلش الاكل وهو سخن ولا تنفخ فيه عشان يبرد ولكن تسيب اكلك وشربك يبرد بحيس تبقى قادر تاكله ومعندكش مشكلة اول ما تبدأ تاكل او تشرب ابدأ بايدك اليمين واسم الله قل بسم الله وكل من اول حاجة واقرب حاجة ليكو متكلش من نص الاكل عشان نص الاكل ده اللي بينزل فيه البركة ولو تستخدم حاجة فيها صابعك استخدم التلت اصابع دول طب نسينا نسمي في اول الاكل نقول بسم الله اوله واخره اكلنا اول الحمد لله وخلصنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته ان يلعق التلت اصابع دول من اول ما تصحى تمسح على وشك كده وتخرج ازاي تدخل بالشمال وتخرج باليمين وتقول كذا وتقول كذا وبعين تاكل ازاي وبلاش النص وبلاس مش عارف ايه وبعين في الاخر يختمها بقى بايه الخمسة موة بس دي تلاتة موة مش خمسة موة وده سنة دي حاجة بقى ايه هتبنيك روحيا سؤالي لانك بتتشبه بمحمد هل دي حاجة هتبنيك روحيا نشوف اللي بعد كده ده لسه اليوم مخلصش انت يا دوبك يا دوب طالع على الفطار خلينا نشوف هتشرب ازاي بقى طب لو هتشرب مية تشرب المية على تلات مرات وانت قاعد تمسك كوب المية وتقول بسم الله وتشرب اول مرة وتنزله وتقول الحمد لله وبعاك اتقول بسم الله وتشرب تاني مرة وتنزله وتقول الحمد لله وكمان تالت مرة نعمل نفس الموضوع اكان اول ما تيجي تقلع هدومك عشان تغير تقول بسم الله وتبدأ برضو باليمين تدخل رجليك اليمين او تدخل كمك اليمين وتبقى جاهز للنزول على بركة الله السنن بتزيد الإيمان وتقرضنا من النبي صلى الله عليه وسلم وتعنا على أنفسنا وشيطاننا السنن بتعنا على أنفسنا وشيطاننا وبتزيد الإيمان السنن انك تشرب 3 مرات و تقف و تقول مش عارف ايه والحمد لله و انت قاعد و انت قاعد مش واقف على فكرة كمان يعني وهدومك تلبسها ازاي و ايدك اليمين ازاي والسنن بتعنا على أنفسنا وشيطاننا الواقع انه اللي بنشوفه النهاردة من الكلام ده أنه اللي موجود على طول حواليك واللي انت خايف منه دايما هو الشيطان وأنه كل اللي بتعمله ده مش علاقة بالله ولكن تفادي للي ممكن يعمله فيك الشيطان انت مطروك مع هذه السنن لعملك وكلامك وأشياء بترددها زي زي السحر كده علشان تبعد عن الشيطان لكن تكرار اسم هذا الاله أنا بقول لك النهار ده وبقول لك هو ما يجلب دخول الشيطان في حياتك لأنه هو المصدر للشيطان خلينا نشوف بقية اليوم هيتكمل ازاي اول ما نخرج نقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ان اللي قول الدعاء ده يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان يعني وطول ما احنا ضرر بيتنا عامل الناس بالإحسان نتبسم في وجوه بعض زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة في وجه أخيك بشغتك وافتكر ان انت تكثر من الاستغفار في أي مجلس تبقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار في المجلس قبل ما تنام تخش تتوضأ وضوءك للصلاة وبعد ما تخلص وضوء تخش على السرير هتنفض السرير بترفض ثوب ثلاث مرات او بإيدك ثلاث مرات وبعدين تنام وتنام على جندك اليمين وتحط إيدك اليمين تحت خدك اليمين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل دائما يجي في بالي كده مشاهد مثلا محمود المليجي وأحمد أدهم وهم قاعدين مثلا في العزة وعملين يستغفروا الله ومش عارف ايه كل الأشرار بتوع السينما المصرية يبقى مسك السبح وعمل يقول استغفر الله استغفر الله وهو مجرم وقاتله مش عارف ايه العجيب انه الفيديو ده كله كان مرتكز على تقليد حياة محمد بالحرف وانت مشوفتاش ولا تعرفها وكلها خرافاته ما حصلتش ولكن ان كان ده حقيقي فمحمد كان شخص مركز على نفسه وبيوصل للناس صورته وحياته مش علاقة بالله أبدا ولا شيء يوصلهم لعلاقة حيائية بالله وده شيء مرعب الحقيقة يعني انه اللي تصحى من صباحة ربنا تمسح على وشك وتقول كلام ما انتاش فهمه وبعدين لحد ما تروح تنام لازم تنام على جنبك اليمين وتحط ايدك تحت خدك الحقيقة انه السؤال فين ربنا من كل ده العلاقة اللي بينك وبينه بعد كل ده حيبقى شكلها ايه انت تصبح منفس جيد لتقوس تجعل ضميرك وروحك يموته لانك بتكرر كلام انت مش فهمه وبتعمل عادات بتاخدك كده زي ما تكون ماشي زي الانسان الآلي زي الصالة زي ترديد الكلام كل ده لا يعني انك عندك علاقة بالله انت بتحط ديبازت في بنك بس في الاخر النتيجة صفر احنا تعودنا ان الاعمال اللي بنعملها دي بترايح ضميرنا فلما تقضي اليوم كله وتعمل اعمال منظمة بالشكل ده يكون الشيطان قردي خدعك وكل يومك وحياتك بلا قيمة ولم تعرف الله ولم يكن ليك علاقة بالله الحقيقي هقدم لكم حالا مفهوم العلاقة بالله الحقيقي وحياته معاك بعد ما اخذ المكالمة دي معي الاخ سمير اهلا بيك اهلا بحضرتك ازاي اختي اماني اهلا وسهلا سلام المسيح معاك تفضل ومعاك بصراحة يعني وانا بتفرج على حضرتك يعني مش عارف هو يصعبوا علينا ولا هم مختارين كده يعني الجهل والطريقة في النوم والوضوء هو ده اللي بيطهر الانسان ده المسيح حتى اللي من حاجات الخارجية مش هي اللي بيطهر الانسان ما فيش حاجة تلاقيها عندهم عن القلب وعن الدوافع وعن النقاء والعلاقة مع ربنا الروحية ما عندهمش حاجة من ديخوا كله برا خارجي التركيز على المظهر من الادوات الاسلامية القاتلة جدا لنفس الانسان ايوة حتى علامات الصلاة والجلابية ويوم الجمعة بجد وبذلك في الدول الاسلامية صدقيني الشخص الروحي انا مش عارف امكان انا غلط فعشان كده بتصل بحضرتك صححيلي انا فعلا بنعاني بنشوف الناس دي بمناظرها كده بنعاني يعني المسيح ليه كل المجد نقلنا من حياة كلها شكل وقلب زي القبور فعلا بجد الناس بيبقوا برا اهم حاجة برا 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 فالمعاناة من نظراتنا ومن اللي بنسمعه وان البخور ده اللي هو الكرآن البخوري شغل هو مش فاهم ولا كلمة منه انا بشكرك اولا انك اتصلت وبشكرك على سؤالك لكن احنا لازم نفتكر كابناء الله ان لينا دور صحيح بنتقلم واحنا في وسطه وانتوا يمكن على الارض اكتر كمسيحيين من الاصل انا عبرة فيعني ينظر لي نظرة اخرى لكن انتوا كمسيحيين على الارض والحقيقة الاضطهاد اللي انتوا بتقعوا فيه والمعاملة السيئة وكونكم عايشين في وسط الحياة دي انت عارفة حضرتك اقطعك بعلش انا هذا افضل اعارفة ان انا عندي الناس جراني بيشغلوا الكرآن وهو بيشغلهم انا على فكرة اعرف اسمه ايه ده الخرزة الزرقة يعني دي تعويزة زي الخرزة الزرقة وكلهم على فكرة بس الجران دول بتوعنا كلهم كراهية عندهم كراهية لينا مش طبعية يعني مشغل الكران بتنام عليه وعند بتبصلي بتكرهني للدرجة دي دي الحقيقة لكن انا بس بقول نداء لكل ولاد الرب افتكروا انكم صورة للمسيح وان ما ينتج عنكم لازم يكون محبة حتى في وسط الكراهية والاضطهاد انا عارفة ان الامر صعب لكن الامر ده مش هيكون صعب علينا اخ سمير لما نكون احنا فعلا عايشين الحياة الحقيقية مع الله هقدر ابص لاخويا وابقى عندي تعاطف مع انه الشيطان خطفه فحصليله فبقول لي مسيحيين مصر صلوا صلوا من اجل جرانكم اللي كرهنكم واللي بعملكوا بسوق واللي بيسيقوا ليكم بالمفتوح كده دلوقتي ما كانتش مصر كده بس دلوقتي اهو فرصة لينا اكتر ان احنا نصلي من اجله انا بشكرك يا اخ سمير والربي بركك الله يخليك الله يخليك شكرا خليني بقى قدم لكم مفهوم الله الحقيقي لحياتك معاه مفهوم المسيح لحياتك معاه انه هو قال لنا كده انه جاء لتكون لنا حياة ولي يكون لنا افضل وارادة الله الحقيقية ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يرجعون الله في نفس الوقت بالرغم ان دي ارادته لا يلغي ارادتك ودي من اهم الامور والاشياء الهمة في حياة المسيحي في يومك مع الله ان ارادتك لازم تكون وعية لما بتكلم مع مؤمنين جداد دايما بيقولولي كده اقول ايه عشان ابقى مسيحي في فرق يا اخواتي بين الكلمات والفهم والارادة الحقيقية ما فيش كلمات تقدر تقولها لله تدخلك من باب الا اذا كانت هذه الكلمات نبع من توبة قلبك وفهمك لاحتياجك لله واستعابك لعمل المسيح على الصليب من اجلك ومعرفتك انك انت معندكش حاجة تقدمها لله لكن المسيح قدم نفسه على الصليب من اجلك فيبقى عندنا توبة دائمة وفهم لامكانياتي انا كانسان خاطئ خاطئة دايما دايما لكن ده لازم يطلع فوقه بقى كله اردتي اني اتبع المسيح باسرار واني اعيش حياتي كرمه باسرار وارادة وفهم حقيقي معظم الوقت المؤمنين الجداد بيبقى عندهم مشاعر قوية وجياشة لانه الروح القدس بيعمل فيهم وانه لمسة الله الحنونة بتخليهم كده يشعروا بمحبته وهم بيواجهوا يعني قدر احتياجهم لمغفرة الله وانه يا دوبك انت لسه جاي متعب من حمل خطياتك وقلامك وتفكيرك واحتياجك لله ربنا يغضق عليك كده بمحبته تتقابل مع محبة الله الفيادة فتبقى يعني كل المشاعر ملتهبة لكن مع مشاعرك الملتهبة لازم يكون في اسرار وارادة وعمل حقيقي واسرار حقيقي على انه يعني علاقتك مع الله تكون مبنية على اسس دراسة وصلاة ووقت مع الله اشهر خدام الرب في عصرنا كان بيلي جرام قال انه الفكرة دي فكرة الارادة دي كانت يعني في محتوى معظم عزاته وانت بتقبل المسيح لازم تكون ارادتك وعية انك حياتك كلها هتتغير فكرة الارادة تخليك تحتوي الامان والمشاعر اللي جواك ده ككنز حقيقي فتتغير حياتك الهدف في الحياة المسيحية اننا نتغير الى صورة المسيح في كل شيء هل ده ممكن طبعا منظور المسيحية في الحياة مع الله هو يتلخص في كلمات كتابية قالها الرسول بوليس لأحيا لا انا بل المسيح يحيا فيها قال مع المسيح صلبت فأحيا لا انا بل المسيح يحيا فيها بوليس مات المسيح يحيا فيها المسيح يشوف اخواتي ويوريني من خلال قلبه وانه ليه الحياة هي المسيح بعد كده الموت اي حاجة كل حاجة تقربني منه هي ربح مشكلة إنه الإسلام بيضع بينك وبين الله شكليات لازم تبقى شبه الرسول ده لازم تتصرف بالطريقة دي الكلام ده كله مش موجود عند الله الحقيقي التشبه بالمسيح هو المصدر والأساس بوليس لما قال اتشبهوا بي قال اتشبهوا بي لإني تشبهت بالمسيح أنا صورة للمسيح وإنت صورة للمسيح بس ده مش هيحصل إلا إذا حياتك كانت معطالي حياة بوليس كانت المسيح وفقت موت عن الذات والرغبات وما أريده أنا لشخصي أو ما أراد هو لشخصه فعاش بوليس إنجيل المسيح بكل معني مش مطلوب من المسيحي أنه يكون زي رسول ولا زي قديس ولا زي أسيس ولكن الله نفسه قال لنا كنوا قدسين كما أنا قدوس إيه شكل الحياة العملية مع الله في المسيح؟ أولا الله لازم يكون هو مركز حياتك فكرك تصرفاتك قلبك زروفك عائلتك في كل شيء كل شيء في حياتك يرى من خلاله دي علاقة تغير ذهنك كل يوم بدل ما تبقى أنا صحي النهاردة ظروف شغلي مش عارف إيه حب أنا صحي النهاردة بقول له يا رب ظروف شغلي إنت رأيك فيها إيه؟ عيلتي النهاردة إنت بتتصرف معهم إزاي؟ يا رب إنت عندك إيه لولادي؟ يا رب إنت عندك إيه لحياتي؟ يا رب إنت ترى إيه في يجب أنه يتغير؟ العلاقة مع الله شخصية مش أدي لك فتديني لكن المثل الحقيقي اللي ربنا ورهوا لي النهاردة وأنا بفكر فيكو إن العلاقة الحقيقية مع الله زي ما بيقول كده الكتاب في سفر النشيد الأنشاد أنا لحبيبي وحبيبي ليه؟ علاقة بين الله يحب ومحبوب متعلق بحبه لحبيبه الوحيد يسوع المسيح في أي ظروف وفي أحلك الظروف أنت متعلق بهذا الحبيب الحاجة الثانية ده التطورات دي كلها تحصل من أمرين مهمين مرتبطين ببعض جدا واحد قضاء وقتك في الصلاة والحديث مع الله مش شكاوي وطلبات ومش رص كلام بل حديث تأمل صمت وانتظار لأنك تسمع صوت الله لأن الله بيرد عليك وبيتكلم معاك وبيرد عليك بطرق كثيرة وقتك في الصلاة هو وقتك لسماع صوت الله بصلي في اسم يسوع إن صوت الله الحنون الواضح يكون في أذن كل واحد واحدة منكم النهاردة الصلاة مش شكاوي وطلبات بل تأمل واشتياق أن يعرفك قلبه شخصه عن قرب زي موسى كده موسى مش غيري وغيرك موسى نظر التفت للشجرة المشتعلة دي والله نداله وهو استجاب فبقى قريب من الله بالشكل اللي الله استخدمه فيه وتعامل معاه بقى بينهم وبين بعض علاقة حب قوية حررت الشعب كله شفنا من خلالها معجزات الله يعمل كده في حياتك هو نفس هذا الإله من دعاك النهاردة الأمر التاني هو التأمل اليومي في كلمة الله مش القراءة التأمل الفهم التجاوب مع كلمة الله سؤال الله عن كلمته معاني كلمته معاني المرتبطة بشخصه علشان تغيرك من جوه علشان تعلمك شخص الله فترى الصورة الحقيقية لقلبه ليك والحياتك وكيف يستطيع أن يستخدمك الله الحاجة الثالثة التوبة الدائمة وفحص القلب الدائم والفكر والدوافع بشكل شخصي ليك أنت مش لللي حواليك يا رب أنا بتوب عن فكري أمامك اليوم بتوب عن خطيتي بتوب عن تصرفي الخارج عن إطار مجدك أو المهين لشخصك لأن الخطيئة اللي بنعملها في حياتنا خطيئة ضد الله لكن المسيح جه علشان يوريلك أنك ليك باب للتوبة مفتوح من خلال دمه ومن خلال خلاصه المقدم ليك وأن الخطيئة لما تعملها والتوب عنها ما ترجع لهاش الموت عن خطيانا وعن ما هو للعالم وأفكار العالم اللي أنا بحبه في العالم الخطيئة اللي بتشدني دي الحاجات اللي لازم تنتهي من حياتنا بالتدريب كل يوم وبالتوبة عنها كل يوم وبالغفران للآخرين كل يوم حاجة تانية اللي تضاع اللي تضاع اللي بيقول فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه أماني ماتت المسيح يحيا فيه مش هتقدر تهني لإني بحبك من خلال المسيح مش تقدر تكسرني لإني أقف في المسيح الحياة مع المسيح تجعلك تسمع وترى وتشعر من خلاله هو فتعرف قلبه وتضواضع لإنه وديع ومتواضع القلب كل دي أمور يومية أنت في علاقة مباشرة مع الله لا تعتمد على قدراتك بل على محبته هو الله شريكك اليومي في كل شيء اختياراتك لو سلمتها له بإرادتك حاجة تانية الله يعطيك مواهب روحية ناتجة بقى عن كل العلاقة دي يجب إنها تستخدم لمجد اسمه يجب إنك تكون مستخدم لمجد اسم الله في العالم لتقديم الرسالة اللي من حولنا زي الأخ سمير كده للصلاة من أجل من حولنا الحياة مع الله تعطيك هذا القلب والحياة مع الله أيضا يا أخواتي آخر حاجة حاب أقولها لكم هي تركيز وعنين متعلقة على الأبدية الحياة الدائمة اللي أنا حعيشها معي المسيح قال اللي حيتبعني يحمل صليبه ويتبعني إحنا شبهوا في كل شيء سنتألم سنقع لكن هو من يحمل عنا الألم ومن يقدم لنا الغفران ومن يعنى على التوبة إحنا شبهوا في كل حاجة من الألم إلى المد بصلي إنه حلقة النهاردة تكون سبب اشتياق في قلبك إنك تكون لك علاقة شخصية قريبة بالله تغير حياتك من الداخل وتخليك إنسان زي ما موسى كان كده منور بنور الله أنت أيضا تستطيع إنك تكون منير بنور الله لمن حولك وبمحبته وبقوته اللي تظهر فيك من خلال محبة يسوع المسيح بصلي من أجلكم وأشكركم على متابعتنا النهاردة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة